ايه يا جدعان, هالامين ايه؟ في الوليد اجيب لكو برنامج يعتبر مدير ملفات مدير ملفات للآيفون لان احنا عارفين الموضوع الريحيم شوى انك تنقل قدتل بتاعتك صور ملفات اي حاجة عيز تنقلها من الاندرويد للآيفون الفاقي يكون سعب جدا 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 اول عكس كمان فجائب لك برنامج كده سهل ولذيذ مدير ملفات بينقل لك من الاندرويد للآيفون ومن الآيفون للآيفون لإنه حتى الموضوع ده برضه مش سهل ومش سريع ولكن ان شاء الله مع البرنامج اللي بقاء النهاردة الموضوع هيكون بسيط جدا وتريمه بضغطة زرار واحدة البرنامج ده كان بيني لأكتر من 27 نوع ملفات فهنتابع الموضوع ده عن بعض وهنجربه دلوقتي سهو بس في بداية الفيديو نستطيع بقى اللايك بتاعك الجميل انزل من لك دلوقتي حالة ونشتري فانقرات تحت متحت وانتوش مشاركش نوصل لكل جديده والبول انا عمر من قناة اوبي تيك ويلا بينا على ونشوف النظام بتاعه يلا بينا طيب برنامج ده وابليكيشن اني ترانس طبعا كل اللينكات اللي هستخدمها في الفيديو بتاع النهاردة سيب لك اللينك بتاع تحت في الدسكريبشن بحيش تخش تحملها على طول ونجرأ اي مشكلة وهنحتاج بقى نخش على كمبيوتر من اللي عليهم نار شغالة دول نخش على نار منهم نشرح بقى واحدة واحدة والموضوع بسيط جدا وهو زي ما قلت لكم هدغطة زرار اساسا وموضوع بسيط جدا جدا تابع معي الشرع طيب ولما تخش على اللينك اللي انا سيقول لك تحت في الدسكريبشن هيظهر لك الوجهة دي ده الموقع الرسمي بتاع البرنامج الوجهة بسيطة هندوس على عمله مجانا وقت لايه بدأ معاك تحميل بسهولة هنا وهو وبيقول لك من ميزات البرنامج يعني ليه تختار البرنامج ده ممكن تنقل الملفات بين جهزة الايفون والايباد او الايبود والويندوز او الماك او اي حاجة عن طريق اليوسبي بين الاكتر من 27 نوع من الملفات زي الصور ومحاطيات الواتساب والفيديوهات الموسيقى الرسائل وغيرها كتير وهو شغال بقى على جميع اصدارات الاي او اس يعني مش فرقة الموبايل بتاعك ايه اصلا ومش محتاج اي مهارة لانه اتخطه واحدة اصلا تبتم بنقر واحدة فالموضوع بسيط يعني وهنستعرضه مع بعض دلوقتي هندوس على البرنامج اول ما يخلص خلاص هتعلم على اي اجري دي وبعدين تدوس على الانستوري وبعدين بقى تستنى لحد ما يخلص تحميل ببعد ما يخلص كده هيديك الوجهه دي يقولك اختار اللغة بتاعتك فانا اختار ماشي العربية دوس ابدأ بيقولك قم بتوصيل جهاز الايفون بتاعك فهنمسك الايفون بتاعنا ونوصله طبعا توصله عن طريق كابل يو اس بي تشتري من اي حتة او لو جاي مع الموبايل مرفخ معاه توصله عادي مفيش اي مشكلة هتلاقي فتحلك الوجهه دي بيقولك اسم الجهاز اي ايفون 13 ايو اس 15 كل حاجة عن الموبايل طبعا من خلال الوجهه البسيطة دي تستطيع تتحكم بالموبايل زي اكن مدير ملفات اذا تخش على الرسائل الفيديوهات الموسيقى الصور او التطبيعات وتنقلها على جهاز الكمبيوتر وممكن بنقرة واحدة لو دست على دي انقل لك كل محتويات الموبايل بتاعك للكمبيوتر وياخدها لك نسخة احتياطية على الكمبيوتر وبنت دلوقتي عايز تنقل حاجات من اندرويد لأيفون هنعمل ايه بقى؟ هندوس على الخانة دي هقولك مرحبا بكم مش عارف ايه في فون سويتشر انا هحتاج ان انا بقى اوصل جهاز الاندرويد بتاعي فهوصله بيقولك يعمل سماح بتصحيح اليو اس بي ودي هنعملها على الموبايل وهندوس على سماح وندوس استمرار هتسمح لك كل حاجة تظهر لك على الموبايل وتدوس على كنفيرم لحدنا بيظهر لك قدامك كده هو الريلمي اكس تو برو بتاعي وده الموبايل للأيفون فانا دلوقتي عايزة نقلم الاندرويد للأيفون هدوس على التالي بيقولك بقى قوم بتحديد نوع الملفات اللي ترغب في نقلها الاغاني الافلام النغمات مكتبة الصور كل حاجة عايزة نقل صور ماشي افلام ماشي اغاني ماشي او عايزة نقل مثلا الاغاني فاعلم على الاغاني دي ودوس على التالي هتوصل بقى عند النقطة دي محتاج ياما تشتري البرنامج ياما تفعله لو انت معك كده تفايل فلو دوسنا اشتري الان نشوف كده سعر الباقة بتاعت البرنامج ده كام بيقولك الاشتراك السنوي 40 دولار 40 دولار يعني حوالي بالمصري في 18 ب720 جنيه في السنة اشتراك مدى الحياة ب50 دولار يعني 50 في 18 ب900 جنيه واشتراك عائدي ده بيشتغل على عدد غير محدود من اجهزة بايو اس وده سعره 70 دولار في 18 فاله 1200 جنيه بتشتغل على عدد غير محدود من الاجهزة بتاخد عدسات مجانية مدى الحياة بها وكل الكلام ده هتدوس على اشتري الان وتعطي بيانات الدفع بتاعك والبريد والحاجات دي كلها وتشتريه انا طبع معي نسخة مدفوعة هدوس على نشرة الان حوالي مبروك نجح في تفعيل البرنامج هدوس حسنا وبعدين هسهر لي حاجة على الموبايل هقول له سماح سماح ثاني سماح ثالث سماح رابع واستنى دي تخلص وبعدين هدوس على حسن بس عنقل مثلا الاغاني هل يرجع الانتظار جالي نقل مش عارف ايه كده خلاص كده ودلوقتي حاليا بين الاغاني كده وشاغال بين الارآنا وكل حاجة موجودة على الموبايل وبنفس الطريقة بممكن الافلام الفيديوهات يعني على الموبايل النغمات الصور اي حاجة على الاندرويد تقدر تنقلها بسهولة للآيفون وزي ما شفته وجهت البرنامج بسيطة جدا والخطوات سهلة خالص وكل حاجة بتتم بنقرأ وبس كده ده كان شرح بسيط لبرنامج اي ترانس اللي خليك تنقل اي حاجة من الايفون للاندرويد او الاندرويد للآيفون والعكس ويلا بينا نختم الفيديو وبس كده في نهاية الفيديو متنساش لو الفيديو عجبك تعمل لايك على الفيديو ده وتشارك في القناة بتاعتي من دهش مشارك انا عمر من قناة اوبي تيك وشوفكم فيديو جديد سلام